الحقيقة الأهل بيواصل طبعا انتصاراته في كل الألعاب عندنا في الأول في كرة السلة ما شاء الله رجال كرة السلة وكان بعد العودة من سنغافورة وبطولة كأس العالم اللي الأهل اكتفى فيها بالمركز الرابع وبقينا بنزعل أن احنا بناخد في السلة رابع العالم لما تشوف الجماهير الأهلوية متضايقة وزعلادة إن الأهل رابع العالم لأنه كان في المتناول بالفعل إن أنت تفوز بالميدالية البرونزية تعرف إن أنت أجستيبوش وصلك فعلا لمرحلة متقدمة جدا من السقة والقدرة رجع الفريق على طول دخل أجواء البطولة العربية في الدعا بارح فاز على ماجد تانجا في المباراة التالة له وصعد الفريق للمرحلة المتقدمة علشان ينافس على البطولة هيلعب الجمعة إن شاء الله تعالى المباراة الرابعة والأخيرة في هذا الدور مع بيروت اللبناني لتحديد بطل المجموعة عندنا سقة إن شاء الله في رجالتنا يحتلوا صدارة المجموعة ويتأهلوا بإذن الله اليد بقى بيستعد هو راخر لكأس العالم اللي حتبه في الدمام أنت عندك رجعت من كاس العالم للسلة حتسافر كاس العالم لليد وبعدها كاس العالم لكرة القدم وهي دي مكانة الأهل العالمية والدولية لكن دلوقتي الفريق موجود في الكونغو برازافيل بيشارك رجال وسيدات في بطولة الأندية الأفريقية فريق السيدات وده النقلة الحقيقة يمكن الرجالة اعتدنا من رجالة كرة اليد في النادي الأهل في السنين الأخيرة إن هم فعلا فريق قوي وعند مستوى الحدث لكنه كمان بنات الأهل في الهندبول استطعنا التأهل للمربع الزهبي في البطولة اللي بتقام في الفترة الحالية تأهلنا للدور نفسه أيضا في البطولة للمرة التانية على التوالي حيلعب فريق السيدات إن شاء الله مع بيترو أتليتكو الأنجولي الساعة خمسة ونص مساء غدن الجمعة يعني بكرة خمسة ونص بكرة الجمعة خمسة ونص بنات الأهل مع بيترو أتليتكو الأنجولي بيترو أتليتكو الأنجولي كنا بنسمع عنه في الكرة بس لأنه هو كمان اللي قدم لنا في لافي وجلبرتو النجمين الكبيرين في كرة القدم لكن كمان في فريق الهندبول حيواجهوا بنات الأهل الساعة خمسة ونص مساء الجمعة فريق البنات حصد الميدالية البرنزية كان في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية اللي أقيمت في مايو الماضي بعد الفوز على أتوه الكنغولي تسعة وعشرين ستاشر في مباراة تحديد المركز التالت الحقيقة بنات الهندبول يستحقوا كل التحية لأن أنا أقول لكم هي ده الطفرة الجديدة وده الفريق اللي يمكن أوضعه تحسن الكتير نجماته ومنات الله السيد وفرح الشازل وأمينة هشام وفرح حازم ورانة راضي وتقى كامل وفي فالدا دا سيلفا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا سقر ونوال خليل وأمينة عاطف وصارة الخولي ونصر عيد وليلة حماد وشاهد الشواربي والجهاز الفني للفريق بيرافق طبعا البعثة في الكونغو كابتن خالد العوض مدير النشاط الرياضي في النادي والحال لباز المجهود كبير في تدعيم وتطوير فرق النشاط الرياضي في النادي بيرأس البعثة ومعها كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد والكابتن محمد عادل المدير الفني وأشرف عوض المدرب المساعد وغادة حسام مدرب ومحمد سليمان مدرب أو مدير إداري ده بالنسبة للبنات وجهاز الولاد بالنسبة لرجالة الفريق الرجال واصل مشواره المتميز في البطولة على صالة نيكول أوبا في برازافيل الحقيقة واصل بعدما كسب ننزيكو الكاميروني في المباراة اللي اتلعبت مبارح الأربع في الدور الربع النهائي من البطولة المباراة قيمت على هذه الصالة وشاهدت تفاوض كبير لرجال النادي الآلي وانتهت الشوط الأول انتهى 21-7 الجهاز الفن حرص على مشاركة عدد كبير عشان يجهز كل اللعبة وشاهدت المباراة قداء قويا قبل ما تنتهي بفوز ساحق للأهلي 35-18 اعتقد ده كان فوز مهم جدا وبيأكد ان كل الالعاب الرياضية في النادي ماشاء الله ماشي على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي بالشكل والمستوى اللي يليق بالنادي الأهلي اشتركوا في القناة